تعيش الولايات المتحدة الأمريكية على وقع سجالات الانتخابات النصفية التي تكتسب هذه المرة أهمية بالغة لكونها تضع الديمقراطية الأمريكية في مرمى المراجعة وسط جدلية تعود جذورها إلى الانتخابات الرئاسية الأخيرة ووصول الديمقراطي جو بايدن إلى البيت الأبيض وما رافقه من أحداث عنف في مبنى الكابيتول لأنصار الرئيس السابق دونالد ترامب الذي شكك بنتائج الانتخابات محولاً القضية إلى ما أطلق عليه لاحقاً مصطلح الكذبة الكبرى والتي استقرت في صلب قناعات شريحة واسعة من حزبه ومؤيديه أجواء الانتخابات ستجري في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة أسوأ تضخم منذ أربعين عاماً وهو ما حمل الرئيس بايدن على تقديم وعود بخفض التضخم والتشديد على الاستثمارات الضخمة لإنعاش الاقتصاد في محاولة للحفاظ على أغلبية الديمقراطيين ولا سيما في مجلس الشيوخ أما الجمهوريون وعلى رأسهم الرئيس السابق دونالد ترامب الذي لم يعترف قط بهزيمته في انتخابات عام 2020 فيبدو أنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024 إذ يواصل إحكام قبضته على الحزب الجمهوري من خلال دعم عدد كبير من المرشحين للانتخابات النصفية مضاعفة التجمعات لهذا الهدف من جانب آخر فإن استطلاعات الرئيس تتوقع فوزا كبيرا للجمهوريين في مجلس النواب الذي سيجدد بالكامل ويتوجهون أيضا للحصول على أغلبية ضيقة في مجلس الشيوخ حيث يجري التنافس على ثلث المقاعد تضخم اقتصادي كبير ويمين متطرف يزحف بعنف سياسي نحو البيت الأبيض وتشكيك بنتائج انتخابات تحول إلى عقيدة فإلى أين تسير قلعة الديمقراطية العالمية وإلى أين ستأخذ أمريكا والعالم معها